اشتركوا في القناة استمراراً لهذه الختمة القرآنية ومن هذا الجوار المقدس لسيد الشهداء عليه السلام وأخيه أبي الفضل عباس نشرع معاً في قراءة الجزء المقصص لهذا اليوم وهو الجزء السابع والعشرون ونتعرف معاً أيضاً على بعض مضاميني ومقاصدي هذا الجزء والبداية في الصفحة رقم خمسمية واثنين وعشرين الآية التي أقف عليها رقم خمسين قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين القرآن يدعون إلى الفرار عادة إحنا اليوم هذه اللغة الخطابية حينما نسمع بكلمة الفرار الإنسان حينما يكون في موقف محرج خوف مثلاً يلاحقه السباع فيتوجه إلى ماذا؟ إلى الفرار القرآن في هذا الخطاب يقول ففروا إلى الله مو من الله لا إلى الله يعني أنتم فروا إلى الله من هذا الواقع الذي أنتم عليه وكأنه حال أهل الدنيا حال من يلاحقه السباع الدنيا بما فيها من الزغارف وبما فيها من المشاكل وبما فيها من الصعوبات وبما فيها من المصيبات يحتاج إلى ملجأ نحتاج نحن أهل الدنيا إلى ملجأ القرآن يبين لنا يؤكد لنا أن الملجأ هو الله أن الملجأ هو الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله على لسان من؟ على لسان النذير المبين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن في ختام هذا الشهر أيام وليالي ويختم شهر رمضان نحتاج إلى فرار إلى الله سبحانه وتعالى أو ما نحتاج قطعا الجميع يحتاج خاصة في هذه الأيام وليالي إلى مصداق هذه الدلالة الفرار الفرار من الدنيا وما فيها إلى الله سبحانه وتعالى باتجاه الله سبحانه وتعالى علنا نكون ممن نظر إليهم الله سبحانه وتعالى نظرة رحمة فقبلهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين أقرأ أيضا معكم في الصفحة رقم خمسمية وستة وعشرين تحديدا بداية سورة النجم قوله تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى الحديث عن بعض ما يتعلق بأكمل الخلق وأفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلى على محمد وآله محمد يلفت نظرك قوله تعالى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى الحديث عما صدر من النبي إحنا عدنا في عقيدتنا كل فعل وقول وإقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة لأنه معصوم ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا المورد يتعلق أيضا بعلم النبي البعض وصل إلى حاد أنه يشكك في المعلومة التي من جهة النبي بمعنى قلنا أرجع لك أنا إلى المعلومات علي عليه السلام ونحن في شهر رمضان في شهادته أخبر القوم أخبر القوم بقاتله وبمقتله وبمقتله يأتي واحد من ذلك العصر يسأل أتتحدث الغيب أنت يا علي أتتحدث الغيب يتحدث عن قاتله من هو ويتحدث عن مقتله متى سيكون اليوم الليلة التاريخ كل يذكر أمير المؤمنين فبهت الناس وحار فيه أقوالهم فماذا قال قال لا ولكن علم من ذي علم علم من ذي علم وكأنه يقول لهم علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه من أين علمه من علم الله تبارك وتعالى الحسين الوجيه يسير إلى كربلاء وفي مسيرته يسأل ماذا قال قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا البعض شكك في قول حسين الحسين ينطق عن الغيب الحسين يعلم الغيب الموضوع وين إنما علم من ذي علم كان ذلك مما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ومما أخبر الله تبارك وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بذلك إذن القضية التي أود أن أقف عليها رسالة المعصوم حينما يتحدث وحينما يخبر وحينما ينبع هو علم من ذي علم هو من علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي هو من علم الله تبارك وتعالى أقرأ أيضا معكم في الصفحة رقم تلاثمية خمسمية وتلاثة وتلاثين الصفحة رقم خمسمية وتلاثة وتلاثين الآية الآية ستة واربعين وما بعدها إلى نهاية سورة الواقعة إلى نهاية سورة الرحمن يعني إلى بداية سورة الواقعة من قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بداية الخطاب قبل هذا الخطاب القرآن يتحدث عن المجرمين ولسان حال المجرمين إهنا تغير عندنا لون الخطاب ولمن خاف مقام ربه جنتان لو تثرض بقية الآيات وتجد ما للمؤمنين من كرام وفاضل عند الله سبحانه وتعالى نطمئن إلى أننا اليوم نحتاج إلى أن نغير لغة الخطاب مع الناس إذن رواية أنه قيل أن علي عليه السلام قال ما عبدتك خوفا من نارك حتى يصير عبادة العبيد ولا طمعا في جنتك حتى يصير عبادة التجار ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك إحنا اليوم لغة الخطار الماشي عندنا لغة الخطاب أكثر الخطاب عندنا تخويف نار جحيم قتل هذه لغة نحتاج إلى لغة ثانية أيضا لغة ماذا؟ لغة الترغيف في الآخرة بعض الناس لو أدركوا ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الآخرة لزهدوا عن الدنيا وما فيها إذن لغة الخطاب في القرآن تار يتحدث عن الكافرين والمجرمين والظالمين والفاسقين لكنه أيضا تحدث عن المؤمنين رسالته إحنا كمبلغين وإلى أخوتنا من أهل التبليغ خاصة في هذه الأيام الأخيرة الليال الأخيرة من الشهر أدعوا الناس وعرفوا الناس بما عند الله سبحانه وتعالى للمؤمن لمن خاف مقام ربه لغة الترغيب أيضا لغة خاصة لدعوة الناس لدعوة المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى لذلك إن شاء الله سنقرأ هذه الآيات مع أحبتنا القرآن ونمعن النظر فيما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الكرامات أقرأ أيضا معكم صفحة خمسمية وأربعة وثلاثين الآية رقم عشرة بداية سورة الواقعة الآية رقم عشرة قوله تعالى والسابقون السابقون كل شيء يحسب حسابه عندنا في الواقع ومن ذلك أهل السبق لذلك تتحدث مثلا روايات عن عالم بيعة الرضوان هؤلاء كان لهم سبق والله ورسوله شهيد لهم بالكرام والمقام في فعل الخير أهل السبق مختلف وضعهم عن الآخرين في الدفاع والذود عن الإسلام والمسلمين أهل السبق لهم كرام عن غيرهم فضل عن غيرهم لأنهم سيكونون أصحاب السنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أصحاب السبق دائما مقدمون على غيرهم قرآن ماذا يقول والسابقون السابقون لفت نظري كلمة لأحد الحكماء يقول كنت جالسا في الصف الرابع بين صفوف المصلين وهم يؤدون صلاة الجماعة فجلس إلى جانب أحدهم فسألني قال من هؤلاء الذين يقفون في الصف الأول من الصلاة صف الأول هل لك أن تلاحظ أمرهم يقول أنا من أهل المنطقة فيعرفهم قلت نعم بلى معظمهم من الفقراء معظمهم من الفقراء الكسب هؤلاء يسبقون الوقت فيأتي ويقف بالصف الأول من الصلاة ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث والصف الرابع قال نحن أفضل حال بينهم في الدنيا أموالنا أكثر عقاراتنا أكثر فنتأخر دائما نتأخر نكون في الصفوف الخلفية قال يا هذا اعلم أن الآخرة أيضا هكذا أصحاب الحاجات التي أيقنوا أن حاجتهم هنا وكانت لهم السبق كان لهم السبق في الحضور وحضروا في الصف الأول هؤلاء أيضا هم في الصف الأول عند الله سبحانه وتعالى لذلك كن أنت من أهل السبق زاحموا صلاة الجماعة احضروا الجماعة كونوا مع الجماعة وحاولوا أن تكونوا في الصفوف المتقدمة لأن هذه الصفوف إلهة آثار الصف الأول مختلف عن الثاني والثاني مختلف عن الثالث والثالث مختلف عن غيره لذلك كلما تتقدم تتقدم أنت في الدرجات أيضا عند الله سبحانه وتعالى أقرأ أيضا معكم في الصفحة رقم خمسمية وسبعة وثلاثين الآيات سبعة وسبعين وما بعدها الحديث عن القرآن قوله تعالى إنه لقرآن كريم ونحن واضح عندنا صفة الكرم ما هو الله ينسب الكرم مرة لنفسه من أسماء الله الكريم وهنا القرآن كريم تقرأ كريم تحفظ من القرآن كريم تتذبر مع القرآن كريم تحفظه معك كريم تجعله في بيتك كريم ما تأخذه من القرآن كثير جدا كان أحد علمانا يقول أنا بذلت جهد سنوات كثيرة حتى توفقت في يوم من الأيام أنه فسرت كتاب الله يعني صار عنده شينو صار عنده تفسير للقرآن الكريم في يوم من الأيام للحظة شعرت أنه أنا مقدم فرتشي للقرآن فجلست أنا بين وين نفسي أن أحاول أن أجعل معادلة بين ما أعطيته للقرآن من الجهد والوقت والمادة والفكر وبين ما أخذته من القرآن يقول وصلت إلى نتيجة أنني استحيت أن أجري المقارنة حتى استحيت أن أجري المقارنة لأن حينما تكون مع القرآن فتكتمل تكتمل وكل إخوانكم أهل القرآن الآن لو تسألوهم يقول إنما أنا لم أكن شيئا فعرفني الناس بالقرآن لم أكن شيئا فأحبني الناس بالقرآن لم أكن شيئا فأكرمني الناس بالقرآن وهكذا هم أهل القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كل أسرار كل أسرار لكن اللي يريد يكتشف هذه الأسرار فليكن قريبا من القرآن بعد لا يمسه إلا المطهرون سيكون نوقف عدة شوية لا يمسه أكو فرغ بين لمس والمس لمس لمس اليد المث أكثره ذهني لا يمسه إلا المطهرون لا يذركه لا يفهم حقيقة هذا القرآن إلا من إلا المطهرون من المطهرون إنما يريد الله ليذهب عنكم ورس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنا هنا من هذا المعين أخذ علمي من القرآن أنت روح أخذ قرآنك من غير مكان روح أخذ علم قرآنك من غير مكان فاللي يريد يوصل إلى حقيقة القرآن وما في القرآن عليه بطرق أبواب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أختم معكم في الصفحة رقم خمسمية وتسعة وثلاثين بداية الصفحة السنة الدراسية إذا أردت أن أشبه السنة الدراسية بشهر رمضان نحن على أبواب ماذا نحن على أبواب النتائج عندك ابن الآن ابتدائية متوسطة جامعة هو الآن نهاية السنة الدراسية كل عين وين فكرة وين أنه النتيجة شنو النتيجة شنو إحنا الآن على أبواب استنام النتائج نهاية شهر يقول سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها اليوم محط للنتائج كنا من المقبولين أو من المرفوضين مثل ما الآن تنتظرون نتائج شهر رمضان بالقبول والرضى إن شاء الله هناك يوم آخر رمضان ممكن يتجدد إن شاء الله وبإذن الله يتجدد عليكم لكن اليوم الآخر مشكلته أنه ما يتجدد إذا كنا في لحظة الانتظار للنتائج بين يدي الله سبحانه وتعالى ذاك اليوم ما بي يوم تجديد إعادة ما بي كلا إنها كلمة هو قائلها فعلينا أن نستعد لنكون ممن من المؤمنين لماذا لأن المؤمن بالآخرة ما يحتاج يقول له لأن تناجح لا اللي يقول أن تناجح منه نور يسعى نورهم بين أيديهم أكو ألك فلد نور المؤمن في الآخرة إلى فلد نور هذا النور هذا النور يعلم جميع الخلائق أن هذا المؤمن من أهل الفوز والفلاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين سيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إنه سميع مجيب الدعاء آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قراءة الجزء المخصص لهذا اليوم وهو الجزء السابع والعشرون والبداية مع قاري العتبتين المقدستين القارئ الحاج عاد الكربلاي استقبلوه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد ننوه إلى المستمعين والمشاهدين الكرام أن هناك في الجزء السابع والعشرون سجدة واجبة من سورة النجم الآية 62 لذلك نسترعي الانتباه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالحق أنزلتكم وبالحق نزال اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني اللهم مزين بك لساني وجمل بك وجهي وقوي بك جسدي وارزقني حق تلاوتك على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرني مع النبي محمد وآله الأخيار الأبرار الجزء السابع والعشرون الصفحة خمس مئة واثنين وعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتغلى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كروميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الوزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوئل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماو مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صاجقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالفة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجود واجب لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله عبودية ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا سجدت لك يا ربي لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ضعيف خائف مستجير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منطعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبل إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكرة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين متكئين على فرش فصائن متكئين على فرش فصائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتغون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم تقبل منا بحرمة من أنزلت عليه الفاتحة مع الصلوات موسيقى شكرا للمشاهدة